يطعن المراسل القاهرة الإخبارية رامي جبر على تفاصيل أول جلسة للكونجرس الأمريكي بعد التجديد النصف اليك رامي اليوم تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن حدثا كبيرا وخاصة في كابيتول هيل أو مقر الكونجرس الأمريكي وهو اجتماع مجلس النواب ومجلس الشيوخ بتشكيلتهما الجديدة وفي دورتهما الجديدة وأول جلسة في عام 2023 وذلك بعد انتخابات التجديد النصفي التي أجريت في نوفمبر الماضي والتي حصل فيها الجمهوريون على الأغلبية في مجلس النواب واحتفظ الديمقراطيون بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ في هذه الجلسة ربما لن تكون الإثارة متركزة في جلسة مجلس الشيوخ حيث أنه لا جديدة هناك فرئيس المجلس معروف سلفا وهو نائبة الرئيس الأمريكي كمالة هارس والأغلبية للحزب الديمقراطي لكن الإثارة والأنظار تترقب وتتركز على مجلس النواب الأمريكي الذي سيشهد حدثا مهما وهو انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب خلفا للديمقراطية نانسي بيلوتسي التي شغلت هذا المنصب لفترة طويلة بالطبع المرشح الأبرز لمنصب رئيس مجلس النواب الأمريكي هو زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس كيفين مكارثي ولكن يبدو أن مهمته لن تكون سهلة كي يكون رئيسا لمجلس النواب الأمريكي هذا المنصب الذي ينتظره النائب الجمهوري نائب ولاد كاليفورنيا كيفين مكارثي منذ فترة طويلة نظرا لأنه هناك عدد كبير من النواب الجمهوريين الذين يرفضون أن يكون كيفين مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي لماذا؟ السبب يرجعونه إلى أن مكارثي يتحمل جزء كبير من مسؤولية المشاكل التشريعية في مجلس النواب الأمريكي على مدار 14 عاما ماضية كان فيها كيفين مكارثي عضوا كبيرا في مجلس أو من الأعضاء الكبار في مجلس النواب الأمريكي فهم يحملينه مسؤولية ذلك ويرون أن رئاسته للمجلس لن تصنع فارقا كبيرا ولن تكون شيئا جيدا للجمهوريين في الفترة المقبلة ويخافون أن يكون هذا استمرارا لفشل الجمهوريين خلال الفترة الماضية إذن كيفين مكارثي ماذا يحتاج؟ يحتاج كيفين مكارثي إلى تأمين 218 صوتا في مجلس النواب حتى يصبح رئيسا يحتاج إلى 218 صوتا المعروف أن الجمهوريين لديهم 222 مقعدا مقابل 213 مقعدا للديمقراطيين هذه الأغلبية البسيطة ربما أحد المشكلات التي تواجه كيفين مكارثي كي يكون رئيسا للمجلس خاصة وأن هناك أعضاء جمهوريين يرفضون أن يكون مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي خلال الفترة المقبلة مما يصاعب المهمة عليه وربما يحتاج مكارثي إلى جلسة أخرى حتى يستطيع أن يؤمن هذه الأغلبية ويحصل على 218 صوتا المطلوبة كي يكون رئيسا لمجلس النواب مكارثي يعقد أو عقد على مدار الأيام الماضية العديد من الجلسات مع النواب الجمهوريين حتى يقنعهم بانتخابه أيضا هناك أمر طرحه مكارثي حتى يستطيع أن يقنع النواب بانتخابه رئيسا للمجلس هو يقترح تعديل في عملية عزل رئيس مجلس النواب فالقانون القديم في عهد بيلوتسي يقول أن من حق فقط أي نائب من النواب الكبار أو ممن يصنفون ككبار النواب في المجلس أن يطالب بعزل رئيس المجلس ولكن مكارثي يقترح أن يكون من حق أي عضو في مجلس النواب أن يقترح عزل رئيس مجلس النواب وكأنه يريد أن يقول لمن لا يؤيدونه انتخبوني ولكن من السهل أن تعزلوني بعد ذلك نتيجة القانون الذي أود في تعديله إذا ما تحدثنا عن الأجندة التشريعية لمجلس النواب الأمريكي ذي الأغلبية الجمهورية الآن سنجد أنها أجندة متخمة بالكثير من القضايا ربما يأتي على رأسها عدد كبير من الاستجوابات التي يرغب فيها النواب الجمهوريين والتي يرغب في أن يقدمها النواب الجمهوريون للإدارة الأمريكية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا هناك قضية ربما ستزعج بايدن بشكل شخصي وهي رغبة أنواب الجمهوريين في فتح تحقيق في أعمال هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن والتي يرون أن بعضها غير قانوني وأنه حقق أرباحا غير قانونية حسب زعمهم نتيجة اعتماده على منصب ونفوذ والده الرئيس الأمريكي جو بايدن إذن الجميع يترقب هذه الجلسة جلسة مجلس النواب الأمريكي وأيضا جلسة مجلس الشيوخ الأمريكي والجميع يترقب القضايا التي سيقودها الجمهوريون وما الذي ستفعله الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الآن في المشهد التشريعي الأمريكي في آخر عامين من الولاية الأولى للرئيس الأمريكي جو بايدن